موسيقى أسعد الله مساءكم مشاهدين الكرام نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملف خاص شهد قطاع النقل الجوي في المملكة تطورا هاما خلال السنوات القليلة الماضية في نتاج واضح لمخطط تطوير النقل الجوي لتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي وتتجلى مظاهر هذا التطور في التحولات الكبرى التي جاءت بعد تحرير الأجواء ودخول مجموعة من الفاعلين الجدد في قطاع الطيران بالإضافة لاحتدام المنافسة بين الشركات وبالإضافة لما سبق دخلت المملكة في رهانات استراتيجية كبرى من خلال تنظيم التظاهرات الكونية على غرار كأس العالم 2030 وإحداث خارطة طريق خاصة بقطاع السياحة مناسبة الحديث عن هذا الموضوع إعلان الخطوط الملكية المغربية عن إعادة تشغيل الخط الجوي المباشر الرابط بين الدار البيضاء وساوباولو ابتداء من السابع من شهر دجمبر المقبل بمعدل ثلاث رحلات في الأسبوع وهي خطوة من ضمن خطوات أخرى تسعى للانفتاح على محطات جديدة بالإضافة إلى تعزيز الأسطول الجوي للخطوط الملكية المغربية لنتحدث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ورحب باسمكم بضيوف الكرام والبداية من اليمين ولو كان الغنبوري وبدر على الشمال معك أستاذ خالد أشيبان الخبير الاقتصادي أهلاً ومرحباً بك أهلاً وشكراً على الصدفة ترحيب موصول أيضاً بالدكتور بدر الزهر الأزرق دكتور في قانون العمال والاقتصاد أهلاً ومرحباً بك مرحباً وترحيب موصول أيضاً بالأستاذ علي الغنبوري رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي دكتور علي أهلاً مرحباً أهلاً ومرحباً بكم جميعاً إذن نتمنى أن يكون النقاش مفتوح مبسط كالسماء المفتوحة كالسماء المفتوحة ومبسط وأن نربط فيه يعني ما يمكن أن يربط نحن جمناها بالقافية وفي ذلك لدينا أسباب نبدأ بالعودة للمحطة ساو باولو كازابلانكا كازابلانكا ساو باولو معك سي خالد اليوم لا يمكن أن تخطئ العين وهذا هو الرط الذي نقصد تطور العلاقات المغربية البرازيلية وقبل أيام قليلة تجدد البرازيل مرة أخرى دعمها لمقترح الحكم الذاتي لا يمكن أن تخطئ العين أيضاً البرازيل كيف نشأت اقتصادياً أتحدث وتطورت وأصبحت من الجي تونتي من العشرين الكبار على مستوى الاقتصادات العالمية واليوم يشبهون المملكة المغربية في شمال أفريقيا بتركيا تارا وبالبرازيل تارة أخرى أي أن المكاسب الطموحات الرهانات قد تكون إضافة إلى القواسم المشتركة حاضرة ومنها خطوة إلى الأمام في عادة هذا الخط وثلاث مرات أسبوعياً أكيد عندما نتحدث عن البرازيل نتحدث على نموذج بلد استطاع أن يحقق قفزة تنموية واقتصادية كبيرة في الثلاثين سنة الآخرة ويشبهنا يشبهنا سيارات صحيح نظم المونديال ونحن سننظم أكيد ونتحدث عن بلد استطاع أن يجد لنفسه موقعاً ما بين العشر الأوائل في العالم في الاقتصادات استطاع أن يطور صناعات يعني ليس من السهل تطويرها مثل صناعات طائرات بمعنى أننا نتحدث عن النقل الجوي فالبرازيل هو بلد من بلدان التي تصنع الطائرات استطاع أن ينمي قطعه الفلاحي وهنا أفاق كبيرة مع المغرب هنا تشابه مع المغرب كبلد فلاحي يمكنه أن يستفيد كثيراً من الخبرة البرازيلية ومن النموذج البرازيلي في تطوير مجموعة من الأشياء نتحدث عن بلد رئيس يفاعل في مجموعة البريكس وعندما نتحدث عن البريكس نتحدث عن مجموعات دول تاكتول المستقبل يضم دول كبرى جليد وبالتالي هذه الخطوة هي خطوة يمكن اعتبارها أكيد جيدة لكن هي خطوة طبيعية بين بلدين يعني لا تربط بينهما يعني ليس بينهما أي مشاكل كبير يمكن أن تحد من العلاقات بينهما وبالعكس يربط بينهما أفاق كبيرة للتطور والتنمية والاستفادة المشتركة اليوم المغرب بلد فلاحي يمكن أن يستفيد من البرازيل اليوم المغرب يطور صناعة الطائرات يطور صناعة السيارات وبالتالي يمكن أن يستفيد الشيء الكثير من التجربة البرازيلية اليوم المغرب كما جاء في تقديمكم يسعى إلى تنظيم كاس العالم سننظم كاس العالم وبالتالي البرازيل بما يصنع الطائرات سيفيدنا كثيرا في هذا المجال كذلك البرازيل استضاف كاس العالم استضاف الألعاب الأولمبي وبالتالي يمكننا أن نستفيد من النموذج البرازيلي كيف استطاع أن ينظم كاس العالم الألعاب الأولمبي أن يوفر التمويلات أن بلد كان يعتبر بلدا من دول العالم تاليت كيف استطاع أن يربح الرهان وبالتالي هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أن نستفيد منها كذلك البرازيل يبحث عن موطئ قدم في القارة الأفريقية التي تعتبر قارة المستقبل وبالتالي المغرب هو البوابة لأفريقيا وبوابة لغرب أفريقيا خصوصا المنصة الصناعية في المغرب اليوم في تطور كبير والبرازيل يطبع إلى أن يجد له موقعا من البلد الأخرى التي تسعى كذلك إلى إرضاء بلدنا لإيجاد موطئ قدم وبالتالي كل هذه العوامل تجعل أن هناك مجال كبير ها مش كبير يمكن أن يستفيد منه البلدين جميل لديهم أيضا دون أن ننسى نيمار ونحن لدينا إبراهيم دياس لدينا فينيسيوس لدينا رحيمي على العموم بالفعل تجربة البرازيلية مليئة بقصص النجاح واليوم هذا الربط ما بين دار البيضاء عاصمة اقتصادية كبرى في أفريقيا وليس في المملكة المغربية فقط ومركز للمال والأعمال ساو بولو أيضا هي الأخرى يعني كان لنا حظ أن زرنا تلك المدينة بالحديث عن الطيران هي المدينة الأكثر استخداما للطائرات الخاصة نظرا للازدحام الكبير كمعلومة فمدير شركة عظمى وكبرى يقولون ما تشاء من رجال الأعمال كيمشيش في الطنبيل كيد بلاسة مصطح لصطح من خلال الطائرات الخاصة الهليكوبتر على العموم اليوم الانفتاح على وجهات جديدة دكتور بدرزاهر ضرورة يفرضها الواقع وتفرضها رهنات وتحديات المستقبل بالنسبة للمملكة المغربية المغرب اليوم الناقل الجوي يفوز بجائزة أفضل ناقل الجوي في أفريقيا الناقل الجوي المغربي اليوم تحول أيضا إلى محطة هامة ليسة على مستوى الترانزيت محطة هامة بالنسبة للشعوب الأفريقية من أجل التجول حول العالم خاصة للديارة الأوروبية وبالتالي أن ننظر إلى الضفة أخرى هي أمريكا الجنوبية أمر مرغوب به بمخطط تطوير النقل الجوي داخل المملكة المغربية الذي سنعود له بالتأكيد بالتفاصيل إ terminal أكيد اليوم مسؤالة التنويع تنويع الشركاء تنويع الوجهات تنويع الاقتصاد مسألة التنويع اليوم هي أصبحت تجد مرتب بطبيع السياق الاقتصادي الذي تجدزه المملكة المغربية ومسألة تطوير أداء قطاع الطيران من بالنسبة للمملكة المغربية هو جد أو لنقوله ليس خيارا بالنسبة للمملكة ولا للانتقال الاقتصادي الذي ترجع المملكة ولكن هو مرور إجباري يتطلب مننا تعبئة كبيرة كما فعلنا ذلك مع قطاع الموانئ واليوم المملكة المغربية من بين أبرز الوجهة المينائية في العالم المملكة المغربية أيضا تسعى بعد أن أصبحت هي أهم وجهة للطيران المدني في إفريقيا تسعى إلى أن تتصدر أيضا المشهد العالمي وأظن بأن هذا التطلع مشروع لأننا ركبنا تجربة كبيرة طيلة سنوات عديدة أصبحتنا على مستوى الجودة نصنف من بين أيضا من بين أهم الشركات العاملة في المجال الطيران حتى على مستوى الوجهات لأن اليوم لدينا أكثر من 8 إلى أكثر من 9 وجهة اليوم هي تربط فعليا المغرب بغيره من الدول في إفريقيا أمريكا اللاتينية آسيا وغيره وجهات تقريبا بالنسبة لبلد إفريقي أظن بأن المملكة المغربية هي تحتكر بعض الوجهات التي لا توجد في القرى الإفريقي يبتلي أصبح المرور إجباريا من المملكة المغربية اليوم قطاع الطيران قد يكون هو عامل جذب كبير بالنسبة للاقتصاد الوطني بالنسبة للاستثمارات الوطنية قد يسهم بشكل كبير في تحسين مناخ الأعمال قد يسهم بشكل كبير في إسناد عدد كبير من التظاهرات الثقافية والرياضية والسياسية والاقتصادية إلى المملكة المغربية لأن اليوم حين نريد أن نتعاون اقتصاديا مع بلد ما أو نسند إلى تنظيم تظاهر معينة فمن أي أهم الأشياء التي يوجه إلى السؤال هو البنية التحتية الطرق الطيران المطارات وغيرها إذن النقل والنقل الجوي هو نقل المستقبل والمملكة المغربية اليوم هي تستثمر الكثير فكما رأينا أنه تم تمهيد هذا الإصلاح الذي شهده قطاع الطيران أول شيء بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات مع كبريات الدول مع الاتحاد الأوروبي من أجل فتح المجال أمام المنافسة مع شركات أوروبية وبالتالي العمل على خفض تكلفة النقل ورفع جودة النقل هذا من جهة ثم كانت مرحلة ثانية إصلاح المؤسسات المكلفة بتدبير المطارات الخطوط الجوية الملكية المغربية تحويلها إلى شركة خاصة هذه الأشياء إذن كل هذا العمل تم خلال العقدين الماضيين اليوم نحن نخطو باتجاه مرحلة جديدة من الإصلاح تطوير الأسطول أظن بأن السنة الماضية كان هذا التوجه واضحا بالتعبير عن رغبة الشركة اليوم في اقتناء أزيد من مئتي طائرة أو رفع عدد الطائرات إلى مئتي طائرة وبالتالي هذا يعني أيضا رفع الوجهات رفع عدد المسافرين رفع كذلك عدد السياح القادمين على المغرب رفع جاذبية استثمارية للمملكة المغربية هذا كله سيكون أطر إيجابي لهذا الإصلاح الذي يشهده قطاع السياحة ثم أيضا نحن نعمل امتدأ من السنة الماضية المغربية على تطوير هذا القطاع لأن في سنة 2030 سيكون هناك حدث كبير وسوف يتضفق عدد كبير من السياح ومن مشجعي المنتخبات إلى المملكة المغربية وبالتالي يجب أن يكون النقل الجوي المغربي حاضرا بقوة على مستوى عدد قطاع الطيران لمستوى المطارات على مستوى كذلك جودة الخدمات يتطلب اليوم أمامنا ورش كبير مفتوح وأظن أنه سيسهم بشكل كبير في تطوير عدد من القطاعات المرتبطة به كما قلنا السياحة ولكن أيضا قطاعات أخرى تجارية استثمارات أخرى كلها مرتبطة بهذا القطاع ثم لا ننسى أيضا أن هناك اليوم خاصة بالنسبة لبلد يتمركز في محور يعني تحيط به ثلاث قرات وأشرت إلى الترونزيت قبل قليل لا ننسى أيضا الربط بين النقل الجوي والنقل البحري والنقل كذلك البري والسككي أيضا إذن اليوم تطوير قطاع النقل الجوي نهاية الحلقة شكرا جزيلا لكم عبرت عن كل الأفكار أستاذ علي اليوم لنقتبس من ما قاله السيد حميد عدو هو الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية بأن هناك سعادة بالغة بالعودة إلى أمريكا اللاتينية عبر بوابة البرازيل لكل يعلم أن الخط انقطع بسبب الأزمة الصحية جائحة كورونا وتحدث عن الزخم الذي تعرفه العلاقات البرازيلية المغربية من جهة برغبات كبيرة جدا للسياح لرجال الأعمال من أجل القدوم إلى المغرب أو العكس الصحيح من المغربي صوب البرازيل تحدث عن المشاريع الاستراتيجية منها المونديال وهل يخفى على أحد عشق كرة القدم في بلاد السنبا وكم سيحضر من جماهير برازيلية من أجل مشاهدة المونديال على الأراضي المغربية وأضاف على أن هناك أيضا السياح الأوروبيين الذين قد يودون الانتقال من أفريقيا صوب أمريكا الجنوبية واليوم المساء المتعلقة بالنقل الجوي قد تأخذ طائرة من ستوك هولم فتنقلك إلى الدار البيضاء وأنت في غايتك وتريد أن تتوجه إلى أمريكا الجنوبية وتتوجه إلى مدينة أفريقية فبالتالي الأمور كلها تصب في خانة المنفع الاقتصادية ولكن هل يمكن أن نقول بأن اليوم هي ترجمة فعلية لتعزيز الأسطول الجوي ليس بثلاثة أضعاف الخطة المعتمدة ولكن الأرام ستستقبل 12 طائرة منهم 12 دريم لاينز من 787 بوينك وهي طائرات كبيرة جدا تحتاج إلى مسافات ربما بعيدة ولكن إلى أعداد غفيرة من المسافرين وبالتالي جدوى اقتصادية ولكن رؤية استراتيجية لما يحمله الغد أكيد الله هناك رؤية استراتيجية لأنه باش تطور قطاع ديال طائران هنا في المغرب وتعزيز الأسطول ديالك تيخصك أسواق تيخصك أسواق لأنه مشي الهدف هو ندير طائرات ندير طائرات وما تكونش عندها مرضوذية ما يكونش عندها آتار ما يكونش عندها نوع من عكاس الإيجابي على الاقتصاد الوطني ولا على الديمومة المالية والسيرورة المؤسسة اللي ستقتانيهم صحيح الهدف هو أنني نخلق أسواق اللي قادرة أنها تخلق لي وحد الطالب وبناء على ذلك الطالب قيمة مضافة لا يكون عندي طالب تكون عندي بناء عليها نعزز الأسطول ديالي الهدف الاستراتيجي ديالي هو في أفق 2037 نوصل إلى 200 طائرات ولكن باش نوصل إلى هذا الهدف لنبحث على أسواق لنخلق نوع من الطالب على هذا الطائرات على الوجهة المغربية وبالتالي اليوم المغرب بتوجهات التنموية اللي لاحطيها أستاذ نوفل هي مطاربطة فيما بعضها البعض اليوم لدينا توجهات صناعية لدينا توجهات سياحية توجهات سياحية بارزة بشكل كبير لدينا مخطط سياحي وواضح بغينا خارطة الطريقة تقول لك 17.5 ديال المليون في أفق 2026 ونوصل إلى 30 مليون 26 مليون في 2030 26 مليون في 2030 ما معناه من ناحية الاقتصادية؟ معناه أن اليوم حاليا تنديروا في السياحة المساهمة ديالها في الناتج الداخلي الخام 7% اليوم تنبغينا نوصلوا ما بين 15 و 20% في الناتج الداخلي الخام إذن اليوم السياحة الهدف ديالها الهدف ديالها هو هدف اقتصادي بالأساس اللي ساهم معنا في السيرورة ديال الرفع من المرضود الاقتصادي ككل باش نقدروا الحق الهدف ديال 2035 نتحولوا الدولة الصعيدة باش نحقق هذا الهدف بطبيعة الحال أول شيء خصني يكون عندي نبدأ به هو النقل الجوي هو البنية هو المنظومة ديال النقل الجوي ككل سواء فيما يتعلق بالطائرات وسواء فيما يتعلق كذلك بالمطارات لأن اليوم المطارات المغربية ممكن لاش تبقى في ساعة ديال الاستيقطاب ديال 25 مليون اليوم المطارات المغربية خصت واكب هذا الزخم خصت واكب هاد الدينامية الكبيرة سواء را اليوم را ماشي فقط السياحة اللي معنية بالمطارات ماشي فقط السياحة اللي معنية بالمطارات التجارة معنية بالمطارات الصناعة معنية بالمطارات واحد المجموعة منظومات الاقتصادية معنية بالمطارات ومعنية بالنقل الجوي اليوم الهدف الذي تندوي على التطوير النقل الجوي تندوي على التطوير منظومات الاقتصادية ككل في شموليتها لأن هناك تعرابط اقتصادي ما بين المكونات الاقتصادية ككل بالتالي لا يمكن نعزل هذا المعصان وبالاضافة الى هذا وذاك اعتقد ان اليوم انفتاح او العودة دي الخط دي الدار بيضاء ساو باولو ليس فقط انفتاح على برازيل هو انفتاح على امريكا الجنوبية ككل لأن اليوم امريكا الجنوبية ركين واحد العداد دي المتغيرات في امريكا الجنوبية لديك امريكا الجنوبية دي السبعينات وثمانينات انا مبقاش انا مثال بسيط جدا مثلا الاكوادور الاكوادور اليوم العملة الوطنية دي لها هي الدولار هاد شركان ما يمكنش في وقت سابق فضلت الفكر التوري اليوم كانت تغييرات متعددة اليوم هاد الدول اصبحت قريبة من توجهات اللي غادي فيها المغرب بالتالي اليوم المغرب ما يمكن لهش يبقى بعيد على هاد الدول سواء من ناحية المرضودية الاقتصادية وسواء كذلك حتمت توجهات سياسية هذا ما اردت قوله بان اليوم صحيح هناك كانت بعض الانظمة في منطقة امريكا الجنوبية التي اتخذت بعض الخيارات الاستراتيجية فيما يخص قضية الوحدة الترابية ولكن الدبلوماسية المغربية نجحت وحققت اختراقات تحسب لها من خلال مجموعة من الامور مع هذه الدول التي اصبحت بالفعل تنظر الى مصلحة شعوبها وتؤثر ان يكون هناك علاقات اقتصادية واحترام متبادل مع المملكة المغربية وفيها المصلحة المشتركة وددت الحديث ايضا على مستوى الجدوى وحب ان نعطي امثلة كثيرة جميعكم تشاهدون كرة القدم تشاهدون اين يذهب المحتضنين ليعلنوا في كبار اندية اوروبا ماذا تجدون؟ شركات الطيران الشركات التي تحقق الجوائز العالمية في تركيا في دبي في قطر كلها نراها تعلن عن ماذا تبحث؟ تبحث عن إشعاع عن تحسين ديماج دوماك صورتها وعلمتها التجارية اليوم على ما اعتقد ان الخطوط المغربية جاءت هدية من السماء هي كأس العالم فربما لن تحتاج حتى للإعلان بل ان الناس ستبحث عنها وربما استدخل التعاقد للحصول على عدد من الطائرات منها الدريم لاينز التي تحدثنا عنها طائرتين بوينغ لابد ان تستغل ولابد ايضا ان نخلق ذلك الوفاء ما بين المسافر وهذه الخطوط وان يجدها تصل الى محطاته من اجل ان يكون بالفعل عرس المونديال مناسبة لتلك النقلة النوعية التي نريد فيها ان نضرب باربعة اضعاف ما لدينا من اسطول جوي اكيد هو كاس العالم كان هدية من السماء كما قلت لان حتى المدير العام لشركة يعني الخطوط الجوية الملكية لو سألتها كان غايقلك بان يمكن هذا البرنامج الطموح ما كانش يقدر يجوب مع المسؤول يخصوه يوفر تمويل يوتوب هالطريقة ما كانش الضغط دي المونديال كان يقدر يزيد الامد طوال ولا نقوله 2040 ولا 2045 ولكن المونديال اليوم ما كيشكل واحد هدية وكذلك نقطة ضغط اليوم ما احنا ما عندناش اختيار يسرع الوترة معناش خيار عندنا خيار واحد وانا نكون في 2030 في المستوى والعامل الاكتر اللي كيزي الضغط هو اننا ماشي بوحدنا في المينة بما اننا معانا اسبانيا ومعانا بورتوها فقصنا نكونوا في نفس المستوى ما يكونش فرق والناس ما يلاحظوش بانا كين فرق ما بين المغرب والدول الاخرى لا نفس البينيات التحتية نفس الملعب نفس الطائرات نفس المطارات نفس بنية الاستقبال نفس الترحب بما نقبل نط eth Everyday وبالتالي هذا الشي كامل ما يمكنش يكون الهدى لي كان الأستوال دائنى في المستوى إلا إلا كانت الخدمات دائما شركة الخطوبات الملكيOur في المستوى هذا الشي ما يمكنش يكون Sean إلا إلا كانوا المطارات في المستوى أو الاسعار كل throughout أسعارато الأسعار في المستوى ونحنة عن نقطة واخرية من تتذوئة وان هو ما تنشغال الويجهات الخارجية لأنه صحيح المغرب اليوم أصبح نقطة عبر خصوصا بالنسبة للدول الأفريقية اللي ما عندهاش نقطة عبر أخرى نقطة ربط بشدوز الأوروبا فتقريبا عندنا وجهات ما كنش عند الشركات الأخرى وهذا عامل قوي وعامل اختم عليه المغرب سياسة تجاه الأشقاء الأفريقية يحسب له كنريانا ناجحا منتظار واحد المحطة هامة جنوب أفريقيا نتمنى ذلك في القريب نتمنى ذلك في القريب وبالتالي النقطة اللي بنت نضيف هي الخطوط الداخلية كين مجال كبير لتوسيع الخطوط الداخلية اليوم الربط ما بين مدن الداخلية بقي مشيف المستوى لكي سينوه المواطنين المغربين اليوم كنشوف الفتاح على شركات ناقلة أجنبية اللي وفرت بعض الخطوط وشفنا كيفاش كان الإقبال على هذه الخطوط وبالتالي بما أننا اليوم نتحدث عن مخطط كبير لشركة الخطوط الملكية المغربية فبالتالي خص إدماج هذا العامل أنه خاص المدن المغربية يتم الربط بها والمطارات تكون في المستوى اللي يستوعب ما هو خارجي وما هو داخلي كين تحسينات وقعت في المطارات هناك مجهود وكان ثقافة في المغرب يعني بعض الدول ربما لا تجد لديها ثقافة السفر عبر الطائرة داخليا صحيح وما كيش أرى تبعود المسافات مش مسافات يعني خارقة العادة مثلا البرازيل على سبيل مثال الحصر بين ساوباولو ومدن أخرى كبير روزنتي وكورتيبة وغيرها ساعات من السفر في الأزواء أكيد المغرب ولكن كين الثقافة الناس كتسافر في الطائرة كين الثقافة يلأخذين مثلا الخط اللي كيربط مدينة البيضاء والدخل وديها خطوط الملكين مغربين هاتل قبير خط ناجح تقدر ما تلقاش بالأصف سيما نخصك تحجز المكان ديالك يعني وقت طويل قبل وبالتالي هاتشي فنا ندره لك هس العالم معناش خيار أخر خص نكونوا في المستوى خص الشركة ديالنا الوطنية تكون في المستوى كين نقطة أخرى هي أنه نتحدث عن مناطق تسريع الصناعي نتحدث عن استثمارات كبيرة اليوم صينية أمريكية من تعديثة الجنسيات هاد الاستثمارات كاملة يجيب المواكبة ديالها بأننا نميو المطارات ديالنا وأننا نبنيو المطارات في مناطق اللي باقي اليوم ما فيهش مناطرات لأن كين ندره على التنمية تنمية خصى حاملات تجيب تنمية لبعض المناطق والحاملات ديالتنمية هي الطرق هي السكاك الحديد وهي الماء وهو النقل بما فيه النقل بريستيكاكي والنقل الجوي هذا عامل أساسي ضروري أن تنظر هذا سؤال الموالي دكتور بدر اليوم تحدثتم وأجمعتهم على هذا الورش الاستراتيجي فيما يخص مسألة النقل الجوي ونحن نتحدث عن ميزانية مالية ضخمة وضخمة جدا يعني الطائرات التي تحدثنا عنها قبل قليل ربما مارس المقبل ستكون متوفرة وتنضاف للأسطول الجوي ولكنها بعقود إيجار طويلة المدى اليوم المملكة تريد أن تقتني وأن تمتلك طائرات والفاتورة قد تصل إلى ما يزيد عن 25 مليار دولار مبلغ ضخم وضخم جدا في ظل مجموعة من الأوراش المتطلبة والمكلفة أيضا ولكن لا تكفي أن تتوفر على طائرة الطائرة تحتاج إلى مطار الطائرة تحتاج إلى إصلاح محطات صيانة وإصلاح تحتاج إلى موارد بشرية حتى على مستوى تلك المطارات مكونة تحتاج أيضا هذه الطائرة من سيركب أو يمتطيها أو قل ما تشاء ويصل إلى مطارك سيخرج سيحتاج إلى وسائل نقل داخلية ربط سيحتاج إلى فنادق للإقامة إن جاء أسائحا سيحتاج لوسائل الترفيه إن جاء أليا تعالج سيحتاج إلى مستشفيات للتطبيب بمعنى آخر نحن نتحدث عن سلسلة مترابطة سيمهد لها هذا الناقل بدأنا بعض الخطوات أريدك أن تصلت عليها الضوء منها مطار مراكش المنارة اليوم ليس هو مطار مراكش سابقا الإصلاحات ستبدأ في الدار البيضاء في مطار محمد الخامس ولقد شاهدنا وشاهدتم قيضنات المياه وماذا وقع بعدها واليوم لدينا قاعات أضيفة ولدينا محطات ستضاف هناك ورش المطارات أصبح ورشا مفتوحا كيف تنظر لمثل هذه الخطوات ودورها في تسريع عدد من الأوراش المرتبطة بنية لوجستيكية ولكن بنية تحتية أخرى مرتبطة بمن سيأتي عبر هذه الطائرة في الأول شح سأنترق من كلمة مفتاحية تعرضت لها هي مسألة الربط وأشار إلى الأستاذ أشيبان اليوم من غير المقبول أننا نتحدث عن النقل بشكل عام ولكن في إطار أنه هو بحدث منفاصلة عن بعضها اليوم هذا الأمر لم يعد مقبول نحن نتحدث عن سلسلة مترابطة في مبناء النقل البري والترين موجود في مطار محمد الخامس فقط 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 محمد الخامس وبقية كان مطارات في المغرب في حدود اليوم صيارة الأجرة هي التي تتفرض قواعد اللعبة بعد الخروج من المطار وضعها بين قوسين إن سمحت ومؤخرا في طنجة وصحح للمعلومات أن مثلا تقرر إحدى تحفيلة نقل أظن في طنجة فكانت هناك احتجاجات من قبل سائقة تاكسيات أنا أفهم هذا الأمر المقاومة والمنافسة لأن سائقة التاكسيات يعني يرون بأن هذا الأمر قد يكون فيه صالح يعني سيقلس من المداخل المليومية ولكن هذا الأمر يجب أن يعلاج بأمر بشكل شمولي رامنا هنا الكأس العالم رامنا غير المقبول أن يكون عندي مطار في سيارة الأجرة فقط تفرض قواعد اللعبة و تقول لك نديك 250 درهم و 300 درهم من المطار إلى المدينة رامنا غير مقبول هذا الأمر المطار الرخصي يكون مرتبط بالميناء مرتبط بمحطة النقل الطرقي مرتبط بالمدن و مرتبط بالمستشفية هذا عامل الربط هي التي تصنع المطار نحن في السابقة للأسف في المغرب كنا نضرع لأن المطارات هي بنيات معزولة خارج المدينة و كان من الصعب الوصول إليها اليوم المطارات لا تبقى مطار كتلقاه مول وفيه فندوق وفيه إمكانيات اللي ما بيت وطرون زيت وغيره أعطيني نموذج في المغرب كيقوم بهذا الأمر للأسف ضر البيضاء شيء إنما ولكن ما زالت أعمال كبير في الانتظار فإنحنا كنركز الحديث دائما على أسطل الطائرات وهذا شيء جيد لأننا بغينا نضعف الوجهات ونضعف الربط ويكون عندنا إشاعدولي وهو سؤالي أنا مباشر أنه هل سيسرع في أوراش أخرى كما تفضلتها لا أنا أتمنى ذلك الورش هو بنية المطارات يجب أن نزل جديد من المطارات اليوم التي يكون متعدد الخدمات فيها ويكون مرتبط جد مرتبط بنية نقل أخرى وهذا الأمر الذي يجب أن نحقه في المغرب المطارات إلى حدود اليوم هي لازلت تدار بعقلية قديمة شيئنما وفي الرؤى متجاوزة وبالتالي لدينا سرعة لأننا سرعة لأسفل الطيارة نأتيك مثال نأتيك مثال حي ملعب أقادير نعم ملعب أقادير كأنك في منطقة معزلة يعني هل ملعب ما شاء الله لنوفيد جينيغاسيون ديال ملعب في المغرب وكل شيء ولكن ما تلقى قهوة ما تلقى مطعا ما تلقى حتى فضاء أخضر نوفل نزلت في المطار وبغيت نزل في مطار قادير وبغيت نشي نتفرج في الموقع بلد المنتخب ونرجع المطار أعطيني هذا الإمكان لا ما كيناش هذا كيف يفوت لنا فرص كبيرة للسيطمار للسياحة لا غيره إذن نخصنا اليوم تكون عندنا رؤية متكاملة شاملة وش هي رؤية للقطاع العام أم رؤية للقطاع الخاص دامجة بينهم يا مشتركة أنا كنمشي في نفس التجاه اللي فيه مشا في أستاذ باط لأننا بعد المرات كينين شي ممارس حيث الإشكال اللي عنا اليوم في المغرب هو تندوي على النقل الجوي ولكن ما تندوي وش على المنظومة ذي النقل الجوي المنظومة ذي النقل الجوي فيها المطار وفيها خارج المطار وفيها الأمن وفيها السلامة وفيها التكوين وفيها المعايير السلامة الجوية وفيها الرادار وفيها كل شي هذه المنظومة اليوم أستاذ نوفل من غير المعقول مثلا أن تندوي على شركة التكلوفة المون خافضة أن ننجي من وجهها من إسبانيا أو من فرنسا أو ننجي بمئة درام وباش نمشي من المطار المدينة غنمشي بستمائة وسبعمائة درام ما مقبولاش نهائيا ما مقبولاش نهائيا نهائيا نجيب وجه نجيب طائرة بوحد مئتين درام وغادي نركب في واحد السيارة دي للأزراء بواحد سبعمائة والأكتر منها وغية المتاحة فقط يعني ما عندك خيارات لا أكتر من هذا أكتر من هذا دبا هذه وسيلة متاحة ولكن بدون تنضيين ما كنتشي حاجة لك تنظم هذه الوسيلة يعني هذه متروكة للعشوائيات سعالي في البرازيل في كأس العالم وكنا حاضرين هناك رأيك تمشي كتشوف الوجهة أمامك لوحة وتأخذ التذكير أو الورقة التي ترسلك إلى دورك في التاكسي التاكسي كين طبيسات وكين هذا وكتمشي وعندك الثمن التعريفة ما عنده ما يزيد عليك ما عنده ما ينقص عليك وهذه في المطارات ما قبل المونديال وإثناء المونديال وما بعد المونديال اليوم على ما أعتقدت كما استخدامها في مراكش نوع الما في مراكش الفوضى هي كثيرة فهمت المظاهر الفوضى كثيرة لا يعنيش بأنه كم جهودات ولكن مثلا من الي تتمشي المظاهر الدولي الي اليوم بغينا نرجع منه واحد الهيب ونفو دي الله فخيك ونفو دي الله واحد المركز الدولي دي النقل الجوي وكذا وتتلقى اليوم غير هذوك هذوك الشارعات اللي كدفاء الفوضى كتكون عليهم واحد الغرباء على المطار واحد لهذا يجعلك تطرح كثير من سؤال هذو هذو المرات ما تتلقى همش كيكونوا تقاضار هذوك هذا شيء غريب جدا وبالتالي اليوم رأي اللي بغينا اليوم ندويه على التطوير دي النقل الجوي خصنا ندويه على التطوير دي لمنظومة ككل منظومة المطار منظومة التطوير لان النقل الجوي مشي غير في السماء رأي سماء خصوا المطار خصوا جموع من الأشياء خصوا أطر خصوا بنيات خصوا الممارسات لأن اليوم رأي ممكن نوفر لك أحسن طائرة ونوفر لك أحسن مطار ونوفر لك أحسن خدمة ولكن رأي إخرجتي في الباب دي المطار وتلاقيت غير النقل في هذي إشكال باتشكال بهالك رأي ممكن يمشي لك شي كله صحيح بتيلي اليوم اللي نبغي ندوي على استراتيجية اللي هي شاملة استراتيجية ما يمكنش تكون واحد استراتيجية اللي هي غير داميجة الباقي العناصر اللي هي مؤتيرة صحيح وكنستعلي كنا هدرنا في حلقة سابقة حول الإصلاح إصلاح المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وحول التغييرات التي تحدث في الكاستنج اليوم فيما يخص المدبرين لهذه المؤسسات وحول مشاريع إرادية مع القطاع الخاص كانت تغييرات اليوم في مؤسسات مطارات ومناء إلى غير ذلك ويأتي ذلك في إطار إصلاحات جوهرية التي فيها مشاريع توسعة وطلبات العروض قد قدمات وشركات أجنبية على مستوى لها بعطويل في هذه المجالات أخذت التصميمات إلى غير ذلك هذه الخطوة الأولى أنا أتفق جملة وتفصيلا مع ما ذهب إليه الأستاذ خالد خاصة فيما يتعلق أننا اليوم مقاش عندنا حل نحن اليوم 2030 على الأبواب مع النشكل ضروري خصنا نعال جوة الاختلالات وضروري خصنا نكونوا في المستوى هذه مسألة مقاش فيها نقاش اليوم التطوير البنيات دينا والتطوير دي العقلية والتطوير السلوكات المرتبطة بهذا الجانب هي أصبحت مسألة مفروغ منها مقاش نختيارات نقطة 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 أكثر أترى المسألة ذكرت الإلتقائية لم أكمل إلتقائية اليوم الإشكالية التي تذهب أن المكتب المطارات يكتفي تدبير المنطقة المناطبة ويتوقف المنطقة التي يدبر المحطة الطرقية يدبر المحطة ويقف المناط ويقف ما يدبر الإلتقائية بينهم هذا هو السؤال المتروح وينما مختلف الفائلين اليوم كانت القسين سيلة الفائلين وكل الفائل يعمل بوحده لا يحاول أنه يخلق الإلتقائية وهنا المسألة خطيرة جدا لأن تتكلم عن أن ترانزد إلى سياحة داخلية أو خارجية أو غيرها اليوم السائحة سأتي مثلا سأتي إلى الرشيدية سأتي في المطار ويقف يجب أن تكون موضوع ويقف 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 الربط ساليس بين النقل كاملين للأسف لن نجد هذا ويوجد الفوضى ويوجد البنية بشكل كبير بالأسطل والجو ولكن لا أعطينا الأهمية بشكل كبير البنيات المطارات باش نطورها إذا سنعبر السرعة تكون متوازية بين التطوير لمنظومة الطائران في الشكل المتعلق بالطائرات والتكوين والشكل المتعلق بالبنيات التحتية مع إعطاء أهمية التقائية والربط بين مختلف مكونات منظومة النقل ككل فقط الفرنسي نظام نظام اقتصادي مرتبط كان في الخطة التي طلقت في 2004 وجمنا وراها مرصد على ما أعتقد إلى غير ذلك ولكن اليوم كنت وجهت النقاش حول الخطوة الأولى العملية لا أريد أن ندخل في المسألة المؤسسات والمقاولات العمومية ومنها شركات ومؤسسات ومكتب وطني المطارات وغيرها وتجديد في النخب التي تسير ومجموعة من الخطوات التي نبحث فيها عن حكامة في التسيير ولكن أيضا عن جدوى أن يكون هناك الأثر وأن يكون هناك التقدم لأن تكون هذه المؤسسات عبء وعالة على الخزينة أو على المحفظة العمومية للمملكة هذا موضوع آخر ألا تعتقد بأن الخطوة الأولى التي كما أشرت فيها إلى معيار الزمن 2030 ما غيرتك تقولهم أجلوا أنا بقي ما وصلتش إلى إسبانيا والبرتغال وغيرها أنها المخططات التي انتهجناها فيما يخص استثمار ما لدينا على الأقل مشروع لتوسعات مطار الدار البيضاء مشروع لتوسعات مطار أقادير لتوسعات مطار مراكش تطوان طنجة مجموعة من المطارات فاس الرئيسية الأساسية المركزية حتى التي لا يوجد فيها مدن ستحتضن المونديال تشملها هذه الأوراش وأعتقد أن مذكرات التفاهم فيما يخص هذا الورش بالتحديد قد وقعت على مستوى فقط شراكة ثنائية تربطونا بدولة الإمارات العربية المتحدة خطوة إلى الأمام أكيد خطوة إلى الأمام وكي نجاوبك على هذا السؤال سنترح سؤال حتى أنا هو من نهار اللي تعلم فيه بأن المغرب سننظم كاس العالم ما هي المؤسسات دينا اللي شفناها تفعلت وخرجت بخطة وقالت لك هالخطة دي دي المكتب الوطني للسياحة المكتب الوطني السكاك الحديدية والأرم صحيح والخطوة الملكية في المجلس الوزاري الأخير بتغيير المسؤولين على البنية تحتية جملة يعني جملة واحدة في المغرب كانت رسالة واضحة بأنه خاص نفاج جديد خاص أفكار جديدة وأنه كان مشكل متروح منها المكتب الوطني المطارات ومعننا نتحدث عن النقل وجدت متكاملة لا أسمحتي لي خالد جدت متكاملة مع نظرة للإدارة المغربية أكيد للمؤسسات والمقاولات العمومية أكيد التغييرات في الأشخاص ولكن تغيير في الرؤية وفي الاستراتيجية وفي مناجه العمل أكيد وبس نربط ما بينما تفضل بالأساتيدة وهاتي اللي قلتي هو أنه المشكل الحقيقي اليوم هو تعدد المتدخل صحيح فاليوم مكتب الوطني المطارات يقدر يشرف على بناء المطار ويكون واجد ولكن إلى المجلس الجماعي المجلس الإقليمي ومجلس الجهوي والوالي والوزير شي واحد فيهم مدرش لخدمة دياله في نفس الوقت وفي دمانية كما نقول في فرنسية سانكرونيزي سوف ينلعب ثمه وينسد قدر ابنها مجهود كبير أو تعقل مشروع على فرنسي وبالتالي اليوم المدينة الوحيدة اللي أنا بعدها شخصيا كنشوف بأن اليوم يمكن تتفاعلوا تتقول بأنها تطرحوا أشياء لاستعداد كاس العالمية هي بدر بيضاء يعني بعض البرامي يجرى غنطوروا النقل غنطوروا البسوي غنطوروا هذه باش نربطوا باش نديروا ولكن أين هي بقي المجاليس اليوم راه اليوم مدن طنجة أقدير فاسرة ما كنشوفوش المجاليس المنتخبة تتعلن لنا على براميج لمواكبات تنظيم كاس العالم اليوم راه ما كانت تحدثوا على النقل العمومي راه تنتهدتوا على المجاليس الجماعية راه تنتهدتوا على طرق التي ماشي طرق سيارة اللي غا تربط حضرية اللي غا تربط من المطار راه تنضروا على المجاليس سنضروا على هذا وبالتالي اليوم بشأنه بعض المدن والجهات التي بكل صراحة شملتها مخططات للتطوير قبل أن ينال المراحل صحيح ولكن المشاكل ولكن المشاكل طنجة مشاكل الاكتظاظ اللي اسمحتي لي لدينا أصبحت لتونيل القناطر وغلى غير ذلك محطة طرقية على أعلى مستوى جديدة أكيد أمور محطة قطار يا سلام نحن نضروا على هذه الاتقاء بين المتدخينين أكيد طنجة ومناتق كبيرة وقدروا فيهم جهودات كبيرة ولكن اليوم في هذه اللحظة إذا فتفت من طرطنجة باقي كان المشاكل كيفاش غدت نتاقل لمحطة القيطار باش تاخد تجيبه مثلا ها هو مشكلة فهذه المواكبة دي الجميع المتدخين تكون سياسة واحدة مندمجة اللي فيها كاملين كنصبوهم باش نمشون نفس الهدف للأسف بقى مكينش اليوم مكينش تالبوادر دياله المؤشرات ديالة تقدر الحكومة تكون كتعلن على برامج وتتعلن على تمويلات وكتمشي يتقلب على التمويلات لهذه المشاريع بما أنك ذكرت الالتفاقيات التي تم توقعها مع الإمارات مثلا كحل لتدبير مجموعة ملفات باش ننقوا مصادر تمويلات باش نجيبوه شراكات باش نستفدوه من خبرات من نمديج ولكن إلا ما كانش اللي في الأرض اللي في الطاقة مواكب وعندوه نفس العزيمة وغادي معانا بنفس الإيرادة باش نوصلون نفس الهدف وأننا نكونوا في نفس المستوى ما غاديش يتحقق الشيء الكثير وفي الأخير غادي يقول لي واحد مول تاكسي ولا مول هذا هو اللي تيوصلت عليه لأن اليوم احنا في عصر الكاميرات هو اللي تيوصلت على يده وكيدرب لك مجهود كبير وكيدرب لك مجهود كبير وكيدرب لك مجهود كبير في السم وكيدرب لك ليماجد بشكل جدري كنتمنى أن تغيير المسؤولين على البنية التحتية اليوم غادي يصرع من هذه الواترة وغادي يدفع معها باقي المسؤولين باقي المجاليس باش يبانوا في الواجهة ويبانوا في الصورة ويعلموا للمغربة شنو هي خططهم لتطوير مدنهم باش تكون في أحسن حلة في أفق 2030 صحيح ولا ننسى نحن نذكر دائما وأبدا 2030 على أنه هو العنوان الأبرز فيما يخص المشاريع الكبرى داخل المملكة المغربية ولكن كما قلت قبل قليل السعالي رعنا خطة للسياحة متعلقة بـ 2026 متعلقة بـ 2030 اليوم نقول أن المملكة المغربية تسعى لكي تكون منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية اليوم وسنناقش بعد قليل في مؤشر السلام المملكة المغربية تتقدم برتب على المستوى العربي الأفريقي والعالمي السادسة على مستوى الشرق الشرق الأوسط وأيضا أفريقيا بمعنى آخر أن الحديث عن النقل الجوي وعن البنية اللوجستيكية المتعلقة بالنقل الجوي وتطويرها لا يعني أننا سنخفي المجموعة من المجالات الأخرى في إطار التمركز كدولة لها وزنها أي دور تلعبه هذه التطورات المتعلقة فيما يخص مطارات النقل بشكل عام والنقل الجوي على وش التحديد اقتصاديا سياسيا تظاهرات كبرى إلى غير ذلك المملكة المغربية عندها واحدة خصوصية الجغرافية هي أنها كما قلت تقع هي محور تحيط بهم جمعة من القارات ولكن في نفس الوقت نحترف بهذا الأمر المملكة المغربية بلد معزوري إنشئنا أن نقول هذا الأمر جغرافيا حدود مقفالة صحراء كبرى في الجنوب ومحيط أطلسي وبالتالي اليوم مسألة النقل البري تتراجع إلى رتب متأخرة في حين كيبقاعدنا وسيلتين لتأمين النقل بالنسبة للمغرب بشكل تجاري وخاصة البحري لأن اليوم 98% من البدلة التجارية المملكة المغربية كتمر عبر الموانئ وعين بهذه الأهمية المغربية على طاحت المهم كبير للقطع المينائي وهذا ظهر بشكل جالي في هذه المراتب اليوم التي نحتلها بفضل الميناء التنجر المتوسط واليوم رأينا السرعة الثانية على مستوى الناظر على مستوى الدخلة والعناية صاحب الجردة والجهة من خلال الخطاب وأن اليوم فعلا نجز نشئ كثير على مستوى الموانئ سنمر إلى الأسطل وسوف نعيد بناء هذا الأسطل بالعكس تسمع هذا الأسطل في المغرب وهذا يكون عندهم عكاس كبير على مستوى نقل البضائع ونقل المسافرين خاصة نحن بحاجة إلى نقل البحري على مستوى مضيق جبل طارق لا جدال في ذلك جهة الثانية كان مروا لنقل الجوي بالنفس الأهمية اللي كان عند النقل البحري والموانع لمستوى التجاري وتدفقات المهاجرين المغاربة أو السياح كان عند نقل الجوي خاصة في ارتباطه بقطاع السياحة اليوم قطاع السياحة أهم القطاعات اللي مرتبط بها بشكل قوي هو قطاع الطيران لو تعطى لقطاع الطيران في العالم يتعطى القطاع السياحة ورأينا هاتف خلال فترة الجائحة ومن هنا نجع أننا تطوير الطيران وشركة الطيران المغربية هذه كانت ضرورة ليس طرف بالنسبة لنا ولكن أغفلنا واحد الشيء لأننا رأينا دائما هذا الطيران كان موتا مركز في المحاول الكبرى المحاول الكبرى هي اللي كانت تستفيد من التضفقات السياحية وما كانت تعدنا على المدنة المجالية على مستوى التغطية حتى لهات السنتين الأخيرة بدنا تنبوه ضحى بين قوسين لا أسمحت لي يا دكتور كإضافة بسيطة نحن نقول المراكز الكبرى المراكز الكبرى المراكز الكبرى ماذا كنت أقصد كذا مراكش مطار كيبتاون في جنوب أفريقيا اللي وحدي يستقبل 10 مليون مطار فينيسيا في البندقية في إيطاليا يستقبل ما يزيد 10 مليون لكي لا نتغنى كثيرا بالأرقام ونعتقد أننا في مكان آخر من العالم المغرب صحيح اليوم عندك ملايين يأتون لمطار الدار البيضاء 4 مليون كيجوكريفر ربع الأول من السنة في مراكوش إلى غير ذلك ولكن المغرب يطمح إلى أرقام أكبر وأكبر بكثير إذا أراد أن يحقق تلك الاستراتيجية فات الاستراتيجية مؤخرا تم إعداد افتتاح للميناء البنيم الله مطار البنيم الله ماشي افتتاح هو مفتده مفتده خطوط خطوط منخفضة خدم خدم بس صح لكن تتزافيها مطار في خبارك صحيح تتزافيها مطار المقفل إذا هنا هذا لماذا يبدل البنيم الله البنيم الله المغربية في إيطاليا عدد كثير جدا وليس من البنيم الله من الجهة يعني من خريب قول في قيمة صالح واتزام إذا يمكننا الرجوع نخدمه بالمطارات الجهوية ربما يبدو نجعل واحدة استعمار كبيرة في هذه المطارات المطارات الجهوية يمكن أن يأتي هناك الطائرة الضخمة من نيويورك ومن أوروبا وتكبف الدرل بيضاء أو مطارات الكوبرا بحلفة صغيرة ويكونوا عندي الرحلات الجهوية منخفضة تكلفة ونخلق واحدة استمرارية بالنسبة للسائح اللي غادي يجي غادي يصلوا الوجهة النهائية بثمان منخفضة حتى بالنسبة للمغربه هنا غادي ستوزيع عادل التضفقات على مستوى مختلفة ربع المملكة المغربية هو اللي ما كان عانيه منه اليوم أننا لدينا تضفقات متمركزة واحتقت في طمار هذه الدينامية التي يعرفها قطاع السياحة أو قطاع الطيران يبقى حكرة لبعض المدن فقط إذن اليوم نعيد النظر في هذه المسألة كيفما قلنا هذا الطيران يجب أن تجميع المجل الترابي المغربي في نفس الوقت مطارات إعادة النظر فإلينا قلت لك اليوم طريقة تدبير المطارات المغربية شيء إنما كان واحد الفرق بينها وبين طريقة تدبير المطارات من الجيل الجديد إذا نرى مطارات في قطر في دبي في أوروبا في غيره يعني غير سألة تصور هندسة المطار رغم تخسر بشكل كبير لأنها كواحدة اقتصادية ليس كواحدة فقط الشحن البضائع أو الاستقبال المسافرين وغيره ما تكون كواحدة اقتصادية تجارية خدماتية إذا انتهى هذا الأمر يجب أن نرى وكيف قلنا مسألات الفاعلين يجب أن نرى وكيف نحلو مشكلة الثقائية لأنه يلمح لنش مشكلة الثقائية كلنا هذه خطة العمل الجديدة التي فيها نظرة مغايرة للإدارة للمؤسسات للمقاولات العمومية را كان من بين أهدافها هو هذه الشتات ديال المؤسسات اللي اليوم لا تجد لها رأس واحد تجد مجموعة من الرؤوس مجموعة من الاختصاصات تخصصات احتكاريات تغيب القطع الخاص أمور كثيرة جدا التي ينوي المغرب أن يلملم الأوراق المبعثرة فيها أو إذا أبحث عن عن ما هو معنوي وسأعطي بعض الأمثلة النقل الجوي أيضا المطارات أن تكون مكان للاستقبال أو للترانزيت أو غير ذلك أيضا يدخلك إلى أسواق ولكن الأسواق ليس جمات أسواق بشر أكيد واليوم الأفارقة ينظرون للمغرب نظرة مغايرة تماما ومن الأسباب التي تؤدي لذلك هو أن خطوطك بعلمك برايتك بألوانها تصل إلى مطاراتهم تنقلهم نحو الضفة الأخرى في أوروبا تنقلهم داخل القارة الأفريقية إلى وجهات عالمية مختلفة اليوم مكاسب معنوية وأيضا إن كنت أن تريد أن تكون قوة من بين الأثر الكبير الذي يتركه وزن دولة ما هو أكيد النقل الجوي وأن يكون لك أجنحة تسافر في سماءات مختلفة أكيد النقل الجوي هو أساسي فيما يتعلق بتطوير هذه الشركات وتطوير العلاقات والتحول كما قلت القوة على المستوى الإفريقي وعلى المستوى القاري لأن اليوم المغرب كما قال لأستاذ باطل التطوير هذه البنية من النقل في الشق في الشق الميناء وفي الشق وفي الشق وكذلك حتى من الطرق لا ننسى أن المغرب اليوم سيبني طريق سريع للدخل لهدف وهدف ويخلق لأن الأساس ما هو الأساس؟ الأساس اليوم المغرب يجب أن يستغل واحد المسألة هي حيوية المغرب يريد اليوم أن يتحول إلى واحد المواكب للتنمية داخل القارة الأفريقية باش يتحول المواكب دي التنمية على المستوى الأفريقي لشتي مثلا حتى التوجهات دي صاحب الجلالة فيما يتعلق بالواجهة الأطلسية من بين أهم الأشياء اللي يدوا عليه بجلالة الملك هو أنه يوضع البنية التحتية دي المغرب رهن إشارة الدول والأخوة الأفريق صحيح اليوم مثلا من اللي تتبغي اليوم تخلق واحد المستوى دي التجارة عالي على المستوى المستوى الأفريقي رخص كمينية تحتية اللي تستقبل راكينين موانئ اللي ممكنش تستقبلهم مثلا في الميناء ميناء أسفي ممكن اللي مش تستقبلهم في الميناء مثلا دي الله كمدراجات الطائرات الموجودة في المطارات وبالتالي اليوم في المغرب وإنما التوجهات هي أكبر هي ستكون في خدمة القارة الإفريقية ككل بين قوسين المطار المطار مشروع استراتيجي مشروع استراتيجي بكل ما تحمل كلمانا ناديكو غير مثال آتاتوركي الجديد في اسطنبول مدينة مش مطار دولة مدينة بحد ذاتها ومشروع ما أعطي له من أولوية والإشعاع الإعلامي الذي تركه ويعني ردود الفعل التي تلت افتتاحه كانت فعلا اليوم أخيينو في إيسا أي دولة في الشرق الأوسط اللي بغيت تمشي لها اليوم من خارج ذلك الأنظمة التقليدية الخطوط التقليدية مدار حمد الدولي دوحة مليارات كلف بعد توسعتي بسبب المونجياة هذا الخط اللي كان للآن ديالساو باولو كثير من تم وضطر أنك تمشي للدوحة ومن الدوحة تعاد تمشي لبرازيل الثاني أنا أعتقد الفكرة هي هو أن اليوم المغريبي يريد أن يتحول إلى مركز اقتصادي حقيقي في داخل القارة الإفريقية اللي يجر معا مجموعة من الدول الإفريقية باش يتحول هذا الشيء يكون عنده منظومة النقل منظومة اللوجيستيك ومنظومة البنية التحتية اللي قادرة أنه تجعل منه أنه يلعب هذه الأدوار وتحسين أوضاع الموارد البشرية العاملة في هذا القطاع لأنها في جائحة كورونا ونحن لا ننسى كان حيف كبير جدا تجاهها هناك من صرح من عمله هناك من لم يكن لديه تعويضات مالية ولكن اليوم دخلنا في أوراش استراتيجية علينا أن نعنى بالتكوين وأن نعنى بالوضعية المادية للعاملين بهذا القطاع سؤال أخير في دقيقة لدينا قاعدة للنجاح وقد تستفيد من هذا التطوير الذي نتحدث عنه في هذا القطاع أكثر من خمسة مليون مغربي حول العالم أكيد يعني باش منكروش مشاهد المغربة في أمريكا جاي وما لقاش يقول لك أنا لغا نجينا خمسة بينا خاصنا ميزانية باش هذا كمثال ليس صحيح خمسة مليون المغربة من يجيوا البلدهم خسوم يلقوا طائرات مغربية يجيبهم خسوم يلقوا شركة مغربية هتعدهم تذكيرا بثمان مناسب باش يجيوا البلدهم يرويجوا الاقتصاد في بلدهم واستثمروا في بلدهم ويحسوا بترحب هذه البلاد اللي هما كليدوزو العام كامل كيسفتو الفلوس راه المغربة العالم كيسفتو 130 مليار طرام في السنة وهو يمكن أكبر موريد للعملة صعبة بالنسبة لنا في البلاد وبالتالي غادي نضيف الإخوان ما قاله الاقتصادي كينز هو أنه حفر حفر وصدها خلقتي دورة اقتصادية وبالتالي هاد هذه البنيات التحتية الكاملة التي تحتو عليها هي موريد شغل بالنسبة للمغربة هي ترويج الاقتصاد تخلق دورة اقتصادية ماشي عبء ماشي مشكيل أننا نجيبوا موريد أننا نتسلفوا باش نديروا بنيات تحتية سيستفدوا منها المغربة أثناء إنجازها وبعد إنجازها والأمثلة كثيرة في العالم صحيح وأيضاً نموذج التنمية وإشارة لذلك بإشارات مباشرة تتسلف وتستدين وتاخد قروض من أجل تنمية استثمارات أدات جدوى اقتصادية في المستقبل فلا ضرر في ذلك شكراً جزيلاً لكم جميعاً أستاذ خالد أشبان الخبير الاقتصادي دكتور بدر الزهر الأزرق دكتور قانون العمال والاقتصاد والختام من ميسك شكراً لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة لكم أجمل تحية أينما كنتم إلى اللقاء اشتركوا في القناة